السلام عليكم ورحمة الله دائما متابعين الأعزاء متابعي قناة الدعم مدرسي كنتم مني تكونوا دائما كتسبدوا معنا على القناة دائما في إطار استعداد الفرد الأول الدورة الثانية أو لما يسمى فرد المرحلة الثالثة عنا اليوم وحد نموذج فرد في مادة غياليات بالنسبة لمستوى الخامس بسدائي هنخدمه إن شاء الله وكالعادة وحنا كنخدمه وحنا كنشرحه أهم ما كين في الدروس وكنحاولو نجاوزه المشكلة لكيعترضو إن شاء الله لوليدات هنخليكم بداية أسفل الفيديو باش تقدروا تطبعوه اللي بغى على شكل صور فغيلقاه على الصفحة دي الفيسبوك راب نفس الاسم دي القناة اللي بغى باقي الفرود هنخلي لها الرابط أسفل الفيديو اللي فيه جميع الفرود الخاصة بهذا المرحلة هدي بالنسبة لباقي المستويات همارك كل شي يكفي أنك يعني دخل القناة وتقلب على الفرود اللي خصك أو لا سوشي البلايليس ولا سوشي الفيديو وغلقى جميع الفرود اللي يخصوا سواء المرحلة البتدائية أو لا الأولى إعدادية بجميع المواد ديالها إذن وكذلك رقم الواتساب الناس اللي بغى ينضموا معنا القروب الخاص على الواتساب فهو قروب كنقول أعيد وأكرر أنه خاص يعني بمقابل اللي بغى ينضم معنا لي ففيه مجموعة من الأشياء التي تهم يعني جميع المستويات البتدائية وكذلك كما قلنا الأولى إعداد إذن غادي نمشي مباشرة للأنشطة العدادية أضع وأنجز إذن دائما كنحاولوا هادو كيكونوا كيتكروا هاد عمليات باش كنزيدون ضبطوا هاد المسائل هادو هذن هنا عندي عمليات قسمة ديال أعداد العشرية كما قلت في جميع الفرودnent لierenزه فهو قسمه من الفاصلة المقسوم عليهم ملي كيكون عندي يعني قسمة عدد صحيح على العشرية أو العشرية العشرية الحاجة المهمة هي أنني نتخلص من الفاصلة هنا كيفاش كانتخلص من الفاصلة هنا جوب تقول أسهل طريقة هو هو كانتقول ماذا شحل القسمي نحرك الفاصلة من الرقم خسمي نحركه هنا برقم 1 إذن انت هن PET خسمي نحركه برقم 1 اهن ملي غا نحركها برقم واحد غا تمشي غا طيح سوف نحرك برقم واحد سوف نحرك برقم واحد وهذه هي العملية الجديدة لان المقصوم عليه سوف نتخلص من الفاصلة لكي نتخلص من الفاصلة سوف نضرب هنا في عشرة سوف نضرب هنا في عشرة سوف نزيح الفاصلة برقم واحد نحو اليمين العملية تولي عندي 226.1 مقصوم على خمسة وثلاثين ايضا سوف ندخل معادي نحطها في الخارج بطبيعة الحال سوف نقوم بخمسة وثلاثين ميتين وثلاثين كاملة كاملها واقول ميتين وثلاثين جحل فيها من خمسة وثلاثين اذا سوف ندخل نكتب حساب هده انا أكد تقريبا 30 سوف نحصل التقريبا 180 انا بدي سكنقرب العدد اللي عندي اذا 6 في خمسة ثلاثين ثلاثة 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 ثمانتاش وثلاثة واحد وعشرين اذا نتنذير عملية الطرح هنا ستة هنا واحد هنا صفر ده بغن نزل الواحد الواحد ره جزء عشاري اذا نخصي نحوط الفاصيلة لاننا غن نتاقل جزء العشاري اذا مية واحد وستين هنشوفوش حل فيها من خمسة وثلاثين اذا غلقوا اربعة اربعة في خمسة عشرين اربعة في ثلاثة اتناش وجوج ستاش اذا غلقوا قلية واحد عفون هنا ربعتاش مشي ستاش هنا ربعتاش ستناقصة اربعة جوج ده باش غدي ندير خسنين نكمل العملية غنكمل العملية باضافات الصفر اذا غتولي عندي تمام مئتان وعشرة ولكن انا ما غديش نزيد الفاصيلة الفاصيلة كد زاد مرة ومرة وحدة مشين في المازة الصفر هنا خسنين نزيد الفاصيلة لاننا بغيت نكمل العملية اذا اضيف الفاصيلة اذا فيها الساة لاننا راحضنا هنا هي مئتين وعشرة ملي ضربنا في الساة اذا الساة في خمسة وثلاثين هي هذي اللي لقينا في الأول هي مئتين وعشرة اذا عملية هنا ستنتهي عبقاليا السفر ستنتهي عندي عملية قسمة هنا عندي عملية القسمة ما فيهاش مشكل علاش لان المقسوم عليه اصلا عدد صحيح طبيعي ما عنديش في الفاصيلة اذا ما عنديش مشكل نحن نخذ 75 وش حال فيها من 25 فيها ثلاثة ثلاثة في خمسة 15 ثلاثة لجوز الساول واحد السبعة اذا هنا هنضيد عملية الطرح 75 اه صفر اذا هنضيد عملية طرح اه صفر اذا غنهبط سستة ستش حال فيها من 25 اذا قولنا باش ما توقعش فضل خطأ اي عدد هبطي comes back since its foci and nones أقوم بشار يعني إذا تعديت اللي غنه بيالية الدير يمشي هبط الخامسة ما يمشي هبط الخامسة لغوش نغيش الارقام متابعه هذه هبتي الأخطأ الي كتوقعه فيهم هابت السا شاور consider 625 عشن Cyclops فيها 10 كندير linha الخارج دياله وكندير عملية ضرب ay اذا صفر الباقي 6 دبا هادي ما نحقين هبط الخامسة و اقول 65 شحل فيها و نحط الفاصيلة طروري نحط الفاصيلة لان انا هبطت الخمسة اللي هو الجزء العشاري اذا 65 شحل فيها من 25 اذا فيها جوش جوش 15 و احتفظ بواحد جوش 4 و الواحد خمسة اذا ستبقى ليه هنا يا 15 ده بغا نطر نزيد صفر و نكمل العملية اذا 150 شحل فيها من 25 فيها 6 طبيعة الحال 35 احتفظ بي 3 6 جوش 12 و 3 15 اذا الباقي السفر هنا يغندير عملية الضرب فاصيلة 5 مضروب 7 فاصيلة 0 هنا مش بالضرورة تحط الفاصيلة تحت الفاصيلة مش موهن اذا في عملية الضرب كنخدم عملية الضرب عادي حتى الاخرعة كنشوف الفاصيلة فيه غي يقول المكان دياله اذا 4 في 25 احتفظ بي 2 4 في 25 و جوش 22 4 في 8 و 32 و جوش 4 و 30 هنا نحط النقطة و المتاقل هنا هنا الصفر اذا نحط الأصفار نحط على ثاني النقطة الثانية هنا 7 في 5 و 30 7 في 5 و 35 و 33 و 38 7 في 8 5 و 53 9 و 50 و كنجمع هنا الصفر جوج 9 سعود 11 و 10 و 6 شهر عندي من رقم بعد الفاصيلة كنحسب في الأرقام بجوج هنا عندي رقم واحد هنا عندي جوج هي ثلاثة كنحط الفاصيلة هنا و خايدا نكمله ما هو الخارج المقرب الى 0.1 بإفراط وتفريط في قسمة العدد سبعمية و سعادة اذا العملية دية القسمة هي عندها احنا بغينا الخارج المقرب بإفراط وتفريط اشنا هو الخارج المقرب بإفراط وتفريط اول حاجة بغينا 0.1 اذا غنعتمد على رقم واحد من بعد الفاصيلة اللي هو ثلاثين فاصيلة جوج يلا لاحطي انا ثلاثين فاصيلة 26 محصور بين ماذا يلا حصرناه يعني مقرب للصفر فاصيلة واحد محصور بين ميتين 30 ألف اذا هناش غنخل نخللنا 30 فاصيلة 20 وهنا 30 فاصيلة 30 بطبيعة الحال اذا هذا هو محصور بين 30 فاصيلة 20 و 30 فاصيلة 30 اذا شنو الخارج المقرب بإفراط بإفراط هو منيك نزيد هنا منيك نكمل وبتفريط يعني اللي صغر منه اذا الخارج المقرب بتفريط هو 30 فاصيلة جوج وبإفراط هو 30 فاصيلة 30 وبطريقة أخرى منيك يعطوك الخارج المقرب الى 0.1 كتاخد رقم واحد من بعض الفاصيلة بتفريط هو هذا النيس بإفراط كتزيد عليه 1 هناك كتزيد في هذا الجزء العشري مثلا نعطوك 0.01 إذا كتتتعامل مع جوجة الأرقام من بعد الفاصيلة وهذاك الرقم الأخر هو اللي كتزيد عليه 1 إلا تطلبو لك بإفراط اكتب على شكل قوى 2 و 3 إذا القوى هي نتيج ضرب العدد في نفسه عدة مرات إلا هنا عندي ثلاثة ثلاثة في ثلاثة إذا خاص يكون عندك برب ويكون عندك نفس العدد كيتكرر إذا ثمانية في ثمانية في ثمانية هي ثمانية وثلاثة زائد خمسة في خمسة هي خمسة وثلاثة وحسب ما يلي وحسبو ثلاثة مربة في جوجة زائد واحد لكل مكعب هكذا يعني مكعب ثلاثة وثلاثة هي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة هن نجمعو هات ثلاثة واتما بعدياتن نضربوهم ثلاثة في ثلاثة تسعود في ثلاثة سبعة وعشرين اذا اعطينا مئتين وثلاثة أوربعين سوف نجمعها ونجعل لها المكعب أم شو المسألة يبلغ عدد الظكور في مؤسسة تعليمية عشرة أس إثنان زايد خمسة أس إثنان وعدد لنا ثلاثة أس ثلاثة في جوج أس إثنان وحسب عدد تلاميذ هذه المؤسسة التليمية اذا نجعل عدد الظكور هو عندنا عشرة أس إثنان زايد خمسة أس إثنان عشرة أس إثنان هي مئة وخمسة أس إثنان هي خمسة خمسة وعشرين هي مئة وخمسة وعشرين نجعل عدد الإناث هو ثلاثة أس ثلاثة في جوج أس إثنان ثلاثة أس ثلاثة هي تسعود في جوج أس إثنان هي لا ثلاثة أس ثلاثة هنا هي سبعة وعشرين مش أس هنا هي سبعة وعشرين وإثنان أس إثنان هي إثنان في إثنان لأن 3 أس 3 هي 3 في 3 في 3 و 2 أس 2 هي 2 في 2 إذن هنا غتكون عندي 3 في 3 و 9 و 9 في 3 27 و 27 في 4 وهي 108 إذن هنا عدد تلاميذ عدد تلاميذ المؤسسة هو شنو 108 زائد 125 إذن هنا هي عندي 5 زائد 8 غتعطيني 13 22F 21F 20F و 30 سيقومون بحساب المسائل حساب مساحات المحيط ما يصبرع سيقنوا بحساب المسائل مساحات الجزء الملون و سيقنوا بحساب المسائل المسائل أو حساب المسائل من الحساب الملون تعتمد على سبيل المبريف ولكي يكون عندك وحد الشكل كبير والداخل فيه جزء ملون وجزء غير ملون إذن أنا لابغيت غير الجزء الملون مثلا شو سيخص نحسب جزء الملون هو ماذا؟ هو هذا الجزء الكبير وناقصين منه سنحيد منه هذا الجزء هذا إذن أنا لابغيت نحسب الجزء الملون أول حاجة نحسب مساحة المستطيل أول حاجة مساحة المستطيل نكتب S تساوي L في L تساوي 12 في عشرة أي عدد دربت في عشرة إذا كان عدد صحي طبيعي نزيد للصفر أعطني 120 سنتيمتر مربع نحسب مساحة المثلث اللي بقي خسنين نحييده عندي مستطيل نحييد منه مثلث باش يبقى ليه جزء ملون إذن A تساوي B في H على 2 إذن القاعدة ماذا؟ قاعدته هي هذه هي 12 في ماذا في الإرتفاع دياله؟ هو هذا 10 قسمة 2 إذن هذه عددنا 120 مقصومة على جوج هي 60 سنتيمتر مربع إذن مساحة الجزء الملون هي ماذا؟ هي 120 ناقص 60 هي 60 سنتيمتر مربع إذن عندي زوج الصفحة الموالية أو تانية أحسب مساحات الشكل التالي هات الشكل من ناش كي تكون كي تكون من نصف قرص ومثلث إعطونا أن A B هي عشرين A B تمثل ماذا؟ تمثل قطر ديال المثلث وتمثل أحد أضلاع المثلث بس هي هذه فيها 12 اللي هي القاعدة ديال المثلث إذن أنا على الأول حاجة غنحسب مساحة المثلث ثم سأحسب مساحة نصف القرص إذن مساحة المثلث هي S تساوي B في H قسمة 2 اللي هي 20 في 12 قسمة إثنان باش يجيني الحساب سهل ما غني نحسب 20 في 12 عدا نقص مالاجوج غن ناخد 20 نقص مالاجوج غن تعطني عشرة غنضربها غنضربها في 12 غن تعطيني 120 سنتيمتر مربع ثم سأحسب مساحة القرص A تساوي B في H في H كما قلنا القطر يبغي المحيط والمساحة بالسين كثبت الشعاع بالشين صفي وطبعا قسمة إثنان لأن هنا يبغي تنصف مساحة نصف القرص إذن أتعطين تلاتة تفاصيلة 14 في H في حال هذه 20 ره القطر إذن H هي ماذا هي 20 على إثنان هي 10 سنتيمتر فعشرة فعشرة قسمة إثنان إذن غن حسب هنا هي 3.14 في عشرة هي 3.14 في 100 وأي عدد 10 ضربت في 100 وزيح الفاصلة برقمين نحو اليمين النواتري 6am قسمة 2 ثابت 3.14 من ضربة في 100 هي 3.14 و 3.14 إله قسمناها على 2 غنضرب 157 تساوي 157 سنتيمتر مربع 所以 هنعطي youtubers مساحة الشكل 120 سنتيماتر مربع 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 عملوا بإنواج أيضا اذا اضبطت القاعدة و الطريقة دي الجواب رأي الحساب كيبقى للحسابة او لهذه رأي تفكك من الحساب ولكن الطريقة اذا ما عرفت ايش بتجاوب و ضروري تحط القواعد هنا بغيت مساحة المتلت هي القاعدة في الارتفاع على اثنان بغيت هنا مساحة نصف القرص لانا عندي غير نصف القرص اول حاجة كنتشوف المعطيات اللي عندي عبيره قطر مش شوعع وانا محتاج شوعع اذا نقسم على اثنان ثاني حاجة انا محتاج اسمته محتاج نصف فقط القرص اذا نقسم على اثنان غنجيول هنا هي التنظيم ومعالجة البيانات يمثل الميبيان التالي مقيس تساقطات المطارية في مدينة مراقش خلال ستة اشهر ما هو الشهر الذي يشهد تساقط اكبر كمية من الامطار اذا بين هو دوجنبير كم بلغت كمية تساقطات خلال شهر فبراير غنمشي الفبراير غنشوف اذا 10 ميلي متر لان الوحدة بالميلي متر نعرفون مكان شبين اذا كم بلغت كمية تساقطات في مدينة مراقش خلال ستة اشهر خلال ستة اشهر كامل اذا هنا شحل عندي هنا 20 اهنا 40 اهنا 70 اهنا اههه الاحساب غير ببعد اياك هنا يمكش كيبان 60 وهنا يقولن 10 سايفين غضي لنا نجمعون اذا هنا 60 مع 40 ميه وهنا 20 مع 10 30 مع 70 هي ميه واحدة اخرى هي مئتا ميلي متر اذا نقدر نكتبو هنا هي 20 زائد 40 زائد 70 زائد 60 زائد 10 تساوي اه اي شحل قلناه مئتين ميلي متر إذا كنت أتمنى سوف نتلقى إن شاء الله في نماديج أخرى من فروض المساواع الخامس إن شاء الله